المشهد اللي على الشاشة وعايز اقولك المشهد ده عمل ضقة كبيرة جدا في انحاء القرى الافريقية وتحديدا في دول الشمال لان الاشقاء بيتابعونا بالتأكيد في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل طبعا ارجاء القرى الافريقية فكرة استاد القاهرة يعود من تاني يبقى كامل العدد دي ما كانتش موجودة خلال العشر سنين الاخيرة ففكرة الحضور الجماهيري بالشكل ده والتشجيع المثالي وما يكونش فيه خطأ واحد ممكن تمسكه على الشكل الجماعي لجماهير النادي الاهلي اعتقد ده يعني ادى انطباع لدى كل المنافسين اللي هيكون في سكته الاهلي الفترة الجاية مش هيواجه الاهلي بس ده هيواجه الاهلي وجماهير الاهلي ومن هنا فوز الاهلي على الهلال زي ما قال احمد بالتأكيد مش فكرة الانتصار هو طبيعي الاهلي على فكرة كان يفوز على الهلال وينتصر عليه نتيجة كبيرة فارق مستوى فني فارق في التصنيف التأهل للأدوار النهائية ده اكيد ده شيء بيبقى منطقي ولكن اللي كان المهم في المرحلة دي تحديدا انك تثبت بجد انك الفريق الافضل في افريقيا انك الفريق المصنف رقم واحد في افريقيا الفريق اللي دايما الكل بيخشاه ويعني بيبقى فيه تخوف من مواجهته في الأدوار النهائية يا احمد انا بتابع الاذاعات في الدولة العربية وتحديدا في شمال افريقيا الكل كان بيتمنى الهلال يتأهل انه معارفين وقالوا كده احنا مش بنقول الهلال على الاهل عشان لا قدر الله بنقرأ الاهل مثلا لا او معارفين الاهل اللي هو تأهل للأدوار النهائية كل سنة يقولك الاهل في اسوأ نسخة وفجأة تلاقيه في الفاينال فبالتالي الموضوع بالنسبة لهم كان مختلف فاعداقت مكسب مبارح او مكسب يوم السبت فيه ايجابيات كتير جدا اكيد محتاجين نبنى عليها الفترة اللي جاية ولكن الحضور الجماهيري مع الدور المهم جدا للقيادات الامنية وكمان دور وزارة الداخلية دور وزارة النقل دور وزارة شباب الرياضة التكاتف اللي كان موجود من كل مؤسسات الدولة مع النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هنعكس بشكل ايجابي وهنشوف ده في المباراة المحلية هنشوف ده في المباراة الافريقية مش بعيدة نهاردة 3 ابريل الدور الـ 8-21 او 22 ابريل بنكلف 18 يوم يعني فان شاء الله مش هدي تتخرج تاني الفترة الجاية بإذن الله